وانا ممكن اشارك يلا هو الاول هتكلم في فكرة ان هم مش مؤمنين بوجود ربنا اصلا اي يعني الملاح ده هم مش مؤمنين بوجود اله تمام طيب انا مثلا بني قدمة صنعت شيء ولياكم مثلا صنعت الوحة الحال ان هي معي وعايز اوريها لحضرتك نعم اوكي انا مثلا دلوقتي صنعت الوحة زي دي الله شكلها جميل الوحة انا اللي رسميها بجد ده اكتشاف جديد من المريم she was rotten بصراحة بالوقتي فرسمتها انا رسمت سما رسمت هلال رسمت نجوم لو أنت استحاب بالالوان الوردية اللي بتدل على الربيع طب انا استلهمت ده منين من الطبيعة طب انا صنعت ده ده حاجة انا صنعتها منتج طب ياتر الطبيعة اللي انا استلهمت منها دي مين صنعها طب LA LIjan الطبيعة اللي انا استلهمت منها دة هنتكلم عن مثلا أنا انا بقى اللي صنعت ده مين صنعني أنا جيت لوحدي طب مين اللي كان السبب في وجودي فالحقيقة أنا لقيت آية كانت معبرة جدا عن سؤال زي ده كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول وفي أنفسكم أفلا تنظرون أفلا تبصرون أفلا تبصرون أنا أسفى فساعتها بصيت كده أنا مسكة في الطبيعة أنا رسمتها طب أنا مين بقى اللي صنعني فده كان سؤال خليني توجهت لحياة كتيرة جدا ولما سمعت تجربة يوسف عرفت أن لأ كان كويس أن أنا دورت كويس أن أنا عرفت أن أنا موجودة إزاي فده كان بسبب حاجة عن أن ربنا مش موجود أصلا طب ماريام موضحت لنا رؤيتها في الخلق والإيجاد إنما برضو ما زال السؤال عالقا في أذهالنا جميعا لماذا قام الإله الرحيم سبحانه وتعالى جل وعلا بإغراق فرعون وقومه أليس من الممكن أن يكون أحد هؤلاء الذين أو أحد هؤلاء الغرقة له فرصة أخرى في أن يؤمن وأن يسلم إلى آخره شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة